كل سنة وانتو طيبين كل سنة والعالم العربي والاسلامي والامة المصرية والامة العربية وكل البريء ادمين بخير النهاردة ليلة راس السنة النهاردة ليلة راس السنة الهجرية بكرة يوم الخميس هيوافق ان شاء الله واحد من شهر محرم لعام 1422 من الهجرة انا عارف ان في ناس كتير وانا بقول الرقم ده ما يعرفوش احنا 42 انا اسف 1442 من الهجرة في ناس كتير ما تعرفش احنا في سنة هجرية كام ولا في شهر هجري كام وانا عارف ان ده الطبيعي لانه خلاص اتفق على ان احنا ماشيين بالتقويم الميلادي وبالتاريخ الميلادي وبالاجندة الميلادية رغم ان الاجندة اللي احنا بنفتحها كل من الصبح او النتيجة اللي احنا معلقينها على الحيطة فيها الاتنين بس احنا ما ببصش ناحية الهجري يمكن عشان القبض القبض مرتبط بالميلادي عارف لو القبض بالهجري والله العظيم كنا سم معنا سم كنا عارفين انهم حرموا وشل حجة وشل قاعدة وشواء عارفينهم لكن عشان مالوش علاقة بالقبض بتا اخر الشهر فاحنا مع اللي بيقبضنا ما علينا كل سنة وانتوا طيبين وانا نفسي في حاجة والله لسه جاي في الباقي دلوقتي هو احنا ليه ما بنحتفلش برأس السنة الهجرية حد حيرد علي بسرعة ويقول لي اعتبر ماه بكرة اجازة انا ماليش علاقة بالاجازات والدولة والرسميات انا البرنامج ده تعودت كده بيلي وبينكم انه يبقى برنامج بعيد عن الرسميات برنامج منكم وإليكم يعني مع بعض كده والكلام شعبي والكلام بما يخص الناس اما الرسميات فلها اهل الرسميات اللي احنا مش منهم فانا مش بكلمكم عن قرارات الدولة ولا عادة الدولة ولا اجازات الدولة ولا بتاع مع اننا نعارف ان بكرة اجازة وفي ناس من النهاردة ابتلت البلبطة ومسافرة ثلاث اربعة ايام ويك اند طويل وابتاع وربنا يسعدهم ان شاء الله بس يخلوا بالهم من نفسهم عشان الكورونا لكن انا سؤالي بجد ليكو هو احنا ليه ما بنحتفلش براس السنة الهجرية شعبيا كده يعني ليه ما عندناش تقوص في الاحتفال براس السنة الهجرية يعني مين فيكو دلوقتي نهاردة هو ساعة تسعة وكمان تلت ساعات هتخلص سنة الهجرية كاملة وتبدأ الساعة 12 بالليل سنة الهجرية جديدة ليه ما فيش حد فينا دلوقتي عنده تقوص بيحتفل احتفال بيعمل حاجة بناكل اكلة بنشرب بشربة بنشعق ليه انا شايف انها يمكن دي المناسبة الوحيدة في حياتنا كمصريين المناسبة الوحيدة اللي في حياتنا كمصريين اللي ملهاش تقوص وفكروا معايا وقولولي صح اللي انا بقوله ولا لا اي مناسبة تانية خلقها ربنا ليه هتقوص ليها ابني تعالى يعمل حاجة القحة هتيجي في وشة يعني تعالى اي ليها تقوص كويس حتى عشورة عملوها طبق يعني عشورة عملوها طبق عيد المش عارفين ايه كذا شم النسيم لهوة اللي عايزوا بالله انتم عارفين الفيسيخ المش عارف ايه مش عارف العيد الصغير الكحك العيد الكبير اللحمة كل حاجة في الدنيا من الاعياد والمناسبات ليها تقوص وبتتعمل فيها ليه ورأس السنة الميلادية طبعا تقوصها انتم عارفينها شاء لبزات شاء لبزات ليه لترى السنة اللي هي يوم واحد وثلاثين ديسمبر من كل سنة كل الناس بتحتفل اللي بيحتفل على القد كده ويجيب جمع العيلة ويعمل عشوة وبتاع والناس اللي بتزودها قوي 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 وتعمل شاء لبزات لكن ايا كان ليه بقى احنا هنا ما عندناش حاجة وانا باقترح انه تعالوا نبتديها سنة ودي سنة حلوة يعني دي سنة هجرية جديدة ومرتبطة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والنبي الامي الامين اللي هدانا وهدى العالمين وكلنا بنتشرف بانتسابنا الى ديني محمد وامتي محمد طبعا المسلمين يعني فمتيجوا نحتفل بالاحتفال ده يعني ليه ده السنة دي تعالوا نعمل لها مشروب ان شاء الله حتى نتفق ان احنا هنجيب كل ترسنة مثلا عرقسوس خلاص ده مشروب اللي هنجيب عرقسوس ونقعد في المت نجمع ونشرب عرقسوس ونتفرج على فيلم واسلاماه فيلم هجرة الرسول فيلم لا اله الا الله فيلم الرسالة نعمل اكلة نعمل اكلة حلوة ممكن مثلا ايه ايه اللي يمشي مع راسطنا الهجرية هو طبعا الدبح حلو بس الدبح غالي يعني هقولكو نتبح جدي ولا نتبح معزة ولا نتبح خاروة بس ده ده ان احنا بنتبح في عين الاطحى بالعافية هنتبح غالي ممكن بقى المشيها ارانب يعني ممكن نتبح ارانب نتبح والله مش عارف يعني بس انا بفكر انه لا يجب ان يمر هذا الاحتفال مرور كده عادي عشان ولادنا كمان يعني فكرة الولاد لما بيسألوني يعني انا بنتي من 3 يام سألتني هو الخميس اجزل يا باب فقلت لها عشان رسطنا الهجرية قلت لي اللي هو ازاي يعني فشرحت لها قلت لها سيبك بقى من التقويم الميلادي وكذا في تقويم هجري شهوره كذا وكذا ودي يوم هجرة الرسول مش عارف ايه ولكن هو مش اليوم قوي لكن في النهاية ده التقويم الهجري اللي ابتدى بيه كذا كذا واحنا في سنة كذا كلام مختلف تماما فالمعلومات بس ما بترسبتش في الدماغ على قد مظاهر الاحتفال وتقوص الاحتفال هي اللي بتكرس ده و بتثبته في الدماغ الاجيال الجديدة والشباب فانا باقترح ان احنا نعمل تقوص دي ما فيهاش بدعة ولا ضلالة ولا حاجة ولا عزو بالله نعمل حاجة حلوة نحتفل بمناسبة دينية حلوة لدنا اللي احنا بنعتز ونتشرف به